اشتركوا في القناة وقال معالي لدى زيارته جامعة البحرين كانت مملكة البحرين والأتزال تول اهتماما خاصا بالعملية التعليمية النظامية في مختلف مراحلها وتخصصاتها ويحق لنا أن نفخر بما أفرزته هذه المنظومة على مدى أكثر من قرن من الزمن من مخرجات وكوادر وطنية ساهمت في بناء وتقدم وطننا المعطاء وكان معالي الشيخ خالد بن عبدالله قد تفضل صباح اليوم بزيارة جامعة البحرين للاطلاع على مستجدات مشروع المبنى المستقبلي لكلية الهندسة وخلال الزيارة طلع معالي على عرض تناول مشروع نقل كلية الهندسة إلى الحرم الجمعي بالأسخير ومزايا تصميم مبانيها التي سوف تقام على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 252 ألف متر مربع وتضم فصولا دراسية وقعات ومكتبة وورشا عصرية علاوة على ما سيروافق ذلك من تطوير لقدرة البنية التحتية في المنطقة ومرافق تخدم الطلبة وبهذه المناسبة أشار معالي إلى أهمية البيئة التعليمية وما تطلع به من دور محافظ للطلب الجمعيين في تحقيق أقصى درجات التمييز والإبداع لهم مشيدا بالمشروع المستقبلي لبناء كليات جديدة للهندسة في جامعة البحرين والذي يعاد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن قطاع المباني الحكومية التي ستنفذ قريبا وذلك على نحو يمهد لانطلاقة جديدة للعمل الهندسي بالنظر للإمكانات التي سوف تتيحها الكلية للطلبة وللمشتغلين في التخصصات الهندسية عند الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها واعتبر معالي أن مشروع الكلية يعد خطوة مميزة في طريق الإبداع والابتكار استنادا إلى ما ستوفره للقطاعات الهندسية من مكونات رئيسية متطورة علاوة على أنها ستكون بيئة مواتية لمهندسي المستقبل وذلك لاتساق تصاميمها مع متطالبات التعليم الهندسي الحديث واحتياجاته من جانبه ثمن سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين وما تلقاه المؤسسات التعليمية في المملكة من دعم ورعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كما عرب سعادته عن جزيل الشكر والامتنان لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على هذه الزيارة التي تترجم ما تحظى به الجامعة الوطنية من عناية حكومية فائقة بقطاع التعليم ونوها سعادته بمشروع نقل كلية الهندسة وتشهيدها وفق أحدث التقنيات مشيرا إلى أن المشروع يؤسس لمرحلة إعادة هيكلة الكلية وتوثيق ربط التخصصات الهندسية بالتكنولوجيا وتعزيز استجابتها لمتطلبات أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية اشتركوا في القناة